أما بعد فإن الأمة الإسلامية تستقبل في الأيام المقبلة شهراً مباركاً من شهور الله تبارك وتعالى ألا وهو شهر رمضان ولا أريد أن أقف مع الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الشهر ولكن هي إشارات لاستقبال هذا الشهر المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الذين يصومونه ويقومون ليله احتساباً وإيماناً بالله تبارك وتعالى مما لا يخفى على المسلمين أن لهذا الشهر المبارك فضائل كثيرة وردت في القرآن وفي السنة من أهم هذه الفضائل أن هذا الشهر المبارك سببٌ من أسباب دخول الجنة لأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن الحكمة من هذا الشهر ومن فرضية الصيام فيه فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه هي الحكمة من هذا الشهر المبارك ألا وهي تحقيق التقوى وبذلك يدخل العبد الجنة قال الله تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا قال الله عز وجل إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون وقال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مُقتدر فبالتقوى يدخل العبد الجنة وهذه هي الحكمة الرئيسية التي ذكرها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي من أجل أن تتقوا الله تبارك وتعالى وتكونوا بذلك من الفائزين بجنةٍ عرضها السماوات والأرض ومن فضائل هذا الشهر المُبارك أن الله تبارك وتعالى شرَّف هذا الشهر بأن أنزل فيه أفضل الكلام وأفضل الحديث ألا وهو كلام الله تبارك وتعالى بل أن العلماء ذكروا في كُتُبهم كما ذكر العلامة بن كثير عليه رحمة الله نقلاً عن الإمام أحمد عليه رحمة الله حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من كتابٍ أنزله الله تبارك وتعالى إلا وكان نُزوله في هذا الشهر أي في رمضان التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب فكل هذه الكتب نزلت في شهر رمضان ولا سيما هذا القرآن وهو أفضل هذه الكتب قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًا للناس وبيناتٍ من الهُدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر يُريد الله بكم اليُسر ولا يُريد بكم العُسر ولتُكمِلُوا العِدَّة ولتُكبِّرُوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فهذا شرفٌ عظيم أن أنزل الله عز وجل في هذا الشهر هذا القرآن قال الله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا مِنْ كُلْ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ قال الله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أي هذا القرآن إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يُفْرَقُ كلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فهذا الشهر هو شهر القرآن فلنقتنم هذا الشهر العظيم في تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وحفظ آياته وتدبر معانيه والوقوف مع أحكامه فقد روى البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام من أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فهذا الشهر هو شهر القرآن ومن فضائل هذا الشهر المبارك أنه سبب من أسباب غفران الذنوب لا سيما صغائر الذنوب كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فروى الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب كان هذا الشهر المبارك سببا من أسباب مغفرة صغائر الذنوب سبب من أسباب مغفرة صغائر الذنوب لكن بشرط أن يجتنب العبد كبائر الذنوب لا سيما الإشراك بالله تبارك وتعالى لأنه أكبر الكبائر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أتدري ما أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندًا وهو خلاقك فإن الشرك واقع في بلادنا فكثير من الناس الجهال سفهاء العقول يلجأون إلى غير الله تبارك وتعالى من الأموات من أصحاب القباب والأضرحة يلجأون إليهم اعتقادا باطلا وكذبا وزورا أن هذه الأمكنة فيها البركة أو أن هؤلاء الأموات يملكون النفع والضر أو أنهم يقربون إلى الله عز وجل وهذا هو الإشراك بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر الذي قال الله عز وجل عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالاً بعيداً فأن نجتنب هذه الأمور لا سيما في رمضان وفي غير رمضان حتى يغفر الله تبارك وتعالى لنا ذنوبنا نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعاً إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكذلك من فضائل هذا الشهر المبارك ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا فضلٌ عظيمٌ من فضائل هذا الشهر المبارك ومن فضائل هذا الشهر ما روى النسائي في سننه قول النبي عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رمضان يقول أيها الناس إنه أتاكم شهرٌ مباركٌ كتب الله عليكم صيامة فيه تُفتَّح أبواب الجنان وفيه تُغلَّق أبواب النيران وفيه تُصفَّد مردة الشياطين وفيه ليلةٌ مباركة هي خيرٌ من ألف شهر من حُرم أجرها فقد حُرم فهذه فضائل عظيمة في هذا الشهر المبارك وكذلك من فضائل رمضان أنه شهرٌ من الشهور التي يستجيب الله تعالى فيها دُعاء العباد لذلك علَّق العلامة بن كثير في تفسيره على ورود آية الدُعاء بين أحكام الصيام لأن الآية التي بعد هذه الآية في سورة البقرة قال الله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌّ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قال العلامة بن كثير فهذه الآية جاءت بين أحكام الصيام إشارةً إلى أن الدُعاء مستجابٌ في هذا الشهر المبارك وهو مطلوبٌ في هذا الشهر المبارك فقد رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوةٌ مستجابة وأن للصائم دعوةٌ لا تُرَد فاغتنِموا عباد الله هذا الشهر المبارك في الدُعاء فكلنا محتاجون إلى أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يجلب لنا النفع ويدفع عنا الضر وختامًا أنبِّه على بعض الأخطاء التي تقع من كثيرٍ من الناس في هذا الشهر المبارك فإن المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة صاروا يستقبلون هذا الشهر بالمحرمات من الغناء والمسلسلات والأفلام فإن الغنوات عندنا في هذه الأيام تُبادِر بإعلاناتها لهذا الفساد عياذًا بالله تُعلِل للأغاني المُحرَّمة وتُعلِل للأفلام التي فيها السُفورة والتبرُّج والمسلسلات استقبالًا لشهر رمضان عياذًا بالله فما كان السلف يستقبلون رمضان كما نستقبله نحن ما كانوا يستقبلون رمضان بالمنكرات والفواحش لكننا اليوم في بلاد المسلمين نستقبل رمضان بهذه المنكرات عياذًا بالله وتنبيهٌ آخر على البدع التي تقع في رمضان لسيما في صلاة القيام فإن في كثيرٍ من مساجد المسلمين تقعُ بدعٌ كثيرًا في صلاة القيام أي صلاة التراويح فإن بعضهم تجدُه بين كل ركعتين تجدَ الناس يقرؤون المعوذتين وسورة الإخلاص قراءةً جماعية ظنًا منهم أن هذا من فضائل الأعمال وظنًا منهم أن هذا يُقرِّبُهم إلى الله تبارك وتعالى لكن نُرسِلُ لهم رسالة من هذا المنبر أن هذا العمل لا يزيدُهم من الله تبارك وتعالى إلا بعدًا وضلالًا لأن البدع ليست مقبولةٌ في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد فتحرُّ السنة في صلاة القيام تحرُّ سنة النبي عليه الصلاة والسلام صلُّوا كما كان يُصلِّي النبي عليه الصلاة والسلام ولا تُصلُّوا بالبدع لأنها ليست مقبولة نسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يُبلِّغنا رمضان اللهم بلِّغنا رمضان اللهم وفِّقنا على صيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيِّئاتنا وتجاوز عن خطايانا وتوفَّنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك جنَّة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهدين والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ونعوذ بك من النار وما يُقرِّب إليها من قولٍ وعمل وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله